دهب كانت كرها نفسها فضلت قعد مكانها وهي منهارة ودمعها بتنزل بقوة حست إنه شايفها واحدة رخيصة عدت حوالي ساعة دخل جواد البيت بعد ما تطمن إن النار كانت بسيطة والمحصول ما تحرقتش منه إلا مساحة صغيرة لكن كان بيفكر إزاي يخلص من فاروق لأنه أكيد عمل كده علشان يهدده طلع قضيتها ولقاها خارجة من الحمام وبتنشف شعرها والشاعة كان أحمر وعنيها كمان دهب بصت له بكره وما تكلمتش وراح تسرح شعرها جواد بص لها بخوف وكان عايز يفهمها اللي حصل دهب انت كويسة هاي والحمد لله أم المال وشك أحمرك ده ليه وعنيك حمر انت كنت بتعيطي والله ده شيء ما يخصكش مش اللي انت عايزة حصل سيبني في حالي باجه جواد بص لها بدهشة وراح وقف قدامها واتكلم بعصبية انت بتقولي يا دهب وبعدين أسيبك في حالك إزاي يعني ها أنا جوزك يا هانم وانا مش طيقاك ومش طيقا شوف وشك انت اي يا أخي ما عندكش دم يا أخي حرام عليك باجه حرام علي إلا حصل مبارح ده تنسى انه يتكرر تاني وكلها كم شهر واتطلقني وكل واحد يروح لحالة أنا مش عايزة عيش مع بني أدم أناني زيك جواد مسك ايديها بقوة وتكلم بحدة إياك تعلي صوتك مرة تانية فهمه وإلا هيبقى اخر يوم في عمرك بيت الناس وطلق والهبل اللي فراسه كديه يتشيليه من دماغه كحسة فهمه عشان طلق مش هطلق وإذا كان على حصل مبارح فديه حقي وانت ما تقدرش تتكلم اي فهمه دهب دموعها كانت بتنزل من كلامه عنديك حق منجاري اللي انت اشتريتها من سوق الجواري بس لا يا جواد على جزتي أنا عندي أموت ولا انك تلمسني مرة تانية فهم للدرجاتي مش طيقة جوربي انت اللي اخترت يا جواد وانت اللي عملتك ده وانا كنت غبية لما حسيت انك الشخص اللي هيقدر يحتويني بس الظاهر ان ده كان كلام كنت بضحك بيه على نفسي وانت أصلا مش فاضي عشان تبقي موجود معاي يبقي خليك باجا في شغلك وانسى انك متجاوز وانا كمان هانسى لحد ما اطلقني جواد كان بيضغط على اديها بقوة لدرجة انها صرخت فيه وضربته في صدر بقوة وغضب يا اخي حرام عليك بعد عني باجا انا بكرهك بكرهك جواد زقها بعنفه وسابها وراح ناحية الحمام كان حاسس بالحزن والغضب يمكن ما كانش ينفع يسيبها ويخرج لكن مش بايده وكلامها كان يعصب اي راجل حس للحظة انه كان عنده حق لما كان رافض الجواز لان عارف ان ما فيش واحدة هدفهمه ولا هتقدر انه دايما مشغول ويمكن عندها حق بس مش بقرطه دهب كانت قعدة في الارض وضم نفسها بخوف وبطعيط يمكن كلامها كان جارح لكنها حسد بالاهانة والغضب وغصب عنها قالت كلامها ده كانت فكرة انها هترتاح لما تقول كده لكن الغريب انها كانت بتقنب نفسها على كلامها جواد خرج من الحمام وبصلها بنفور خل شخصي لوشك يا هانم ويلا عشان ننزل نتعشى معاهم ومن هنيه ورايح جاو الدلع ده مش هيحصل والاكل هنيه ما بقاش لي لازمة انت عايشة في بيت عيلة يبقى تحترمي الناس اللي فيه وتعمل اللي جوزك يقولك عليه اظن رسلتي واضحة وضلق مش هضلك وهو ده اسلوبي وان كان عاجبك وقسمن بالله يا دهب لو حاجة من اللي حصلت ده حد عرف بيها لخلك يكارها اليوم اللي تجوازنا فيه يلا بلا دلع ماصخ سابه وخرج من القوضة وغصبة عنها فضلت تعيط اكتر وافتكرت محمود وازاي كان بيتكلم معاها بنفس الاسلوب كأنها جارية عندهم ما لازم تنفذ اللي يتقال لها وفي النهاية كان هيعتدي عليها لكن الفرق انها كانت حسن نجواد هيكون مصدر للامان بالنسبة ليها وده اللي خليها تعيط بانهيار ما قدرتش تقاوم رغبتها انها تعيط على كل اللي شافته في حياتها وبهدلت فايزة ليها حتى كره اختها ليها وابوها ابوها اللي كان بيسمع كلام فايزة في كل حاجة غصبة عنها اعصابها نهارت حاولت تقوم تخسل وشها لكن مجرد ما وقفت وقعت من طولها وفقدت الوعي على الصفرة كان جواد حاسس بالغضب والتعب حاسس انهم مستحيل يتفهموا وان علاقتهم هتكون صعبة ويمكن من الاول كانت غلط ايا قالت بخوف هي دهبت اخرى تجديل ليه يا جواد انا هطلع شوفها ثبتهم وطلعت تشوفها خبطت اكتر من مرة ومردتش عليها وده اللي خلاها تتفاجئ لما شافتها وقع على الارض وفقدة للوعي لما فتحت الباب ندهت بسرعة على جواد اللي طلع بسرعة توحيدة طلعت وراه لكن خافت لما شافتها فقدة للوعي جواد ميل عليها وشالها حطها على السرير حاول يفوقها وحمزة طلب الدكتور وبعد مدة الدكتور قال واضح ان عصبها تعبانة شوية ومضغوطة وده غلط يا جواد بيه يريد تبعدها عن اي ضغط عصبي وتتغزى كويس تمام يا دكتور متشكر جدا لتعبك معاي ابدا لا تعب ولا حاجة عن اذنك الدكتور خرج حس بيه دهب دلوقتي دهب بصيت له بلوم وعتاب وعنيها مليانة دموع لكن ما ردتش عليه خلاص يا دهب لو انت عايزة ان احنا نطل جوا وده هيريحك فانا مستعد اطلقك بعد شهرين تلاتك ده والله حصل بيننا مش هيتكرر انا محجوك لك يا بيت الناس من الاول كنت عارف ان ما فيش وحدة هتقدر تستحملني وانت اكدتي لي ده انا بس كان نفسي تسمعيني وتجدري موقفي بس انت برضك ملكيش زنب في انشغالي بس ما تجلجيش اللي انت عايزها يحصل قال جملته سبها ودخل الحمام دهب كانت حسها بالتعب والحزن غمضت عينيها وقررت تنام وما تفكرش في حاجة جواد خرج بعد شوية لقاها نامت اتنهت بديق ونام على الانتري في بيت فاروق الديب كان قاعد مع رجالته من مطريد الجبل كان غضبان وبين عليه الانفعال جواد الزناتي مش ناوي يجيبها البرة يا رجالة انا عرفت انه راح لمدير الامن والظهر جديه انه ناوي يوجعنا فاكر نفسه مين ابن الزناتي عشان يخلي البوليس ينبش ورايا وغير كل ديه مش عايز يدينا المحصول حتى بعد ما حركت للأرض بعدت لمرسال تاني وهو رفض الجدع ده لازم يتربى عشان يعرف ان اللعب مع المطاريد بالدم نبوي قال بجدية رأيك كبير ان احنا نحرقه وكله أراضيه ونولعوله في المصنع بتاعه كماني فاروق سكت يفكر للحظات لا انا بوي يبقى غباء لو عملناك ده دلوقتي خصوصا ان البوليس عين علي ولو حصل اللي عتقوله ده جواد مش هيسكت الا لما يسلمنا واحد واحد للبوليس زكريا قال ام بلت بتفكر فيها كبير ده شكلة علب وما فيش حاجة عتأسر فيه فاروق ابتسم بخبص جواد ده لازم نمسكوه من ايدا اللي بتوجع ويبقى في حاجة له عندنا غالي عليه زكريا قال له تقصد مين فاروق افتكر لما جوادت عصب عليه لما تكلم عن عروسته وبسببها ضربه بالقلم ابتسم بخبصه قال ما فيش غير عروسته ده عريس جديد يا جدعان وعروسته انها تتخضف من نيدي ممكن يعمل اي حاجة عشانها وبعدين انا سمعت انها بيت حلوة جاوية وكيف الجمر يعني لو هو ما تهزش وما فرجتش معاه يبقى ما اخسرناش حاجة وهي حلال علينا او نفرحوا المطاريط باي حاجة حلوة كلهم ضحكوا بخبص لكن فاروق قلب جدية اسمعوني كويس يا رجالة احنا هبتنا لازم تفضل محفوظة عشان الناس تفضل خايفة منينا وجوف جواد جدامنا واننا نسيبوه دي هيهد كل اللي عملناها السنين اللي فاتت ودي هتبقى جرسة ودن صغيرة لاي حد يفكر انه يوجف جدامنا نبا ويقاله بجدية بس هنخطفها كيف ديها كبير اتعارف ان البيت متأمن بالغفر من كل ناحية وان عزيز الزناتي مأمن على البيت كويس جاوي يبقى لازم نستنى ولما الصنيورة تخرج لحالها وساعتها تبقى جت لقضاها ريني ليه على مصطفى الفرماوي يا زكري حاضر يا باشا تؤمر بعد لحظات مصطفى قلب ابتسامة اهلا اهلا يا فاروق اخيرا افتكرتني ورنيت علي يا جدع انت عارف ما شاغلي بقى يا مصطفى المهمة انا عايزك في موضوع انت عارف ان والدختك مش راضي بيعلي المحصول ووقفلي في كل حاجة كيف القضا المستعجل مش انت الوحدك يا فاروق هو مش بنختي بس عاملي مشاكل كتير ومكوش على كل حاجة لنفسية يبقى لازم يتقدب يا مصطفى انت تعرف حاجة عن البت اللي متجاوزها اهلا اعرف ده نعرف كل حاجة عنها وغيرك ده مرتبوها في صفي طب كويس جاوي انا عايزك بقى تسمعني كويس عشان انا مش هصبر على ولدختك ده كتير ويمكن زي مراح خالد يروح هو كمان ويحصل مصطفى قلبه حزنه مزيف خالد اه الله يرحم خالد هو كان فيه زيه احنا في الحي دلوقت يا مصطفى اسمع اللي هقولك عليه مصطفى كان بيسمعه وعلى وشه ابتسامة وسعى ومالا يا فاروق اعتبره حصل بس التناوي تعمل فيها اهباجة والله لسه بفكر يمكن قاله يدرع جواد بيه ويمكن تعجبني واستخسر ارجعها لا تاني ومالا اهي تبقى فضيحة ليه اني جواد الزناتي بعرفش يخلي بالة على مرض واني المطاريت خطفوها هاهاهاه stellt ساعتها تبجى مكسب كبير جاوي ليكم ما تجلكش البت مش حلوة لها دي جيش طه يا بجى التفاجنة هستنى منيك مكالة ما تقول لنك نفست سلام يا بو عمار مصطفى قفل وابتسم بعد المكالمة بعد كم يوم دهب كانت بتتعامل مع الكل بودوق وبالأخص مع جواد وهي حاسة ان علاقتهم انتهت قبل ما تبتدي بدأت تجاهز نفسها للي هيحصل بعد ما يتطلقوا واكد هترجع للغلب مرة تانية وما حدش يسيبها في حالها واولهم مرات ابوها اللي ما هتصدق انها هترجع لها تاني عشان تشيلها كل الشغل والمرة دي الموضوع هيبقى أصعب وخصوصا بعد طلقها بفترة بسيطة جواد كان هادي جدا في التعامل معها لكن فعلا كان مشغوله وما عندوش وقت خصوصا بسبب المشاكل اللي حصلت له بسبب المطاريد اللي كانوا مستقصدينه دهب كانت في البيت لوحدها لأن توحيدة راحت عند أختها صبحية وآية راحت للدكتور هي وحمزة لأن يونس كان تعباد وجوادك العادة كان في الشغل مع أبوه كانت قاعدة في الجنينة وهي سكتة باين عليها الهدوء لكنها فائت على صوت الشغالة اللي اتكلمت بجدية مدام دهب في موبايل عشانك موبايل لي أنا مين الستة فايزة دهب قامت ودخلت رد عليها وهي مستغربة قالوا عايوة فايزة قالت يلحجيني يا بتي في مصيبة في مرتبويا حصل إيه البت نايرة طلعت من الصبح ولسه مرجعتش جلت لي رايحة عند البت مروة والحد دلوك مجاتش وسألت عليها عند مروة جلت لي أنها سبتها من بدري وأنا مش عارفة أعمل إيه يعني إيه نايرة راحت فيني يعني معرفاش يا دهب معرفاش أنا قلت ممكن تكون جتلك دهب بخوف حقيقي على أختها لا 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 أنا ما شفتهاش النهار ده وما جتليش حرم عليك يا مرتبويا يعني مش عارفة تخدي بالك من الليال أعمل هنا دلوك وما فيش حد هنا فايزة قالت بخبز أنت عارفة صحباتها يا دهب تعالي تعالي يا بنيتي شو فيها وأنا كمان هدور عليها أبوكي لو جو هي لسه مجات شي هيكضع خبرها من الدنيا دهب سكت للحظات بتفكير وبعدين اتكلمت وقالت ماشي يا مرتبويا هاجي وربنا يستر لأني معرفش جواد ممكن يعمل إيه لما يعرف أني طلعت من غير معرفة المهم نيرى دلوقت يا دهب أنا خايف عليها جاوي يا دهب أنا هاجي على طول ما تخفيش إن شاء الله هلنجوها قالت جملتها وقفلت التليفون وراحت تغير هدومها بسرعة عند فايزة قفلت مع دهب ورافعت الموبايل كلمت مصطفى أيها يا مصطفى بيه خلاص خارجة هي أي أوامر تانية يا باشا لا يا فايزة أنت عارفة لما جواد يكلمك هتقولي إيه أيها طبعا عارفة ما تجلكش يا باشا مصطفى قفل معاها ورن على فاروق وعرفه عند دهب خرجت من البيت وهي بتفكر في اللي هيحصل لما يعرف جواد لكن هي كده كده هتطلق منه يعني مش فرق أردت فعله المهم أنها تعرف مكان أختها لأن لو جرالها حاجة ساعتها مش هتسامح نفسها ترجمة نانسي قنقر